أنك لازم أول شي تغلق وسط الميدان وخروج الكرة الأولى عندما تشوف الشعلالي كوليبالي وتشوف أيضا اللعب بالرمضان تولا تتفوق في وسط الميدان ولو تفوقوا عليك في وسط الميدان لعندهم الحلول على الأطراف عندهم الهوني عندهم لاعبين ممكن يصنعوا الفارق ولهذا أنت من البداية تضغط عالي على حام الكرة وتغيث ما قبل الأخيرة مباراة سيراليون غنستوائية في أفريقيا الأخيرة محمد معروف حكما رابعا في هذه المباراة مباراة كبيرة هي اللقاء لحظات وتنطلق المباراة المرتقبة مباراة المنتظرة ما بين شباب ابن وزداد الفريق والخبرة ورغبة فريق نادي الترجي اللي يبدو ناوي طبعا الملعب اللي بيلعب عليه لأن لا يستطيع أن يلعب في ملعب عشرين أول تشكيلة في هذه الليلة قمة جديدة ما بين شباب ابن وزداد الفريق هنا واستلام خطيرة خطيرة كورا وأول ضغط هنا الضغط المطورك عديدة أمامنا هذه الضغط العالي شوفوا الضغط العالي كورا ارتطمت هنا في اللقطة الفاتر الضغط العالي كان من جانب غيلان طبعا في اللحظات الأخيرة خير الدين مرزوقي أمامنا كورات العالية الصراع أحمد أمين توجاي أمامنا ودي المرور حلوة او 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 اعفر اللقطة الفاتر لك شخصية رجل شرطة أمامنا هو الثلاثة واربعين عام والحكام المميزين جدا محمد يسلام باكير خبرة يعني مع الأندية التونسية كانت باكير كورا ترجع لطول الجنب اليمين المحاولات مصعين سانتي قدم من نادي نيم لكن شوف الكورا دي شوف الكورا دي أمامنا التدخل اخسر أمام كود ديفوار في مفاجأة كبيرة لكن هنا كورا وانتظار إن شاء الله الجزائر كابر ومالي أمام تونس إن شاء الله للتأهل والترشل ايضا كل مالي بيتحرر محمد عقل من رمضان وراسية اخطي امامنا هو كان في نادي الصفاقزي ولعب في النجف العراق جريب برضو وجاب هدف في مرما جالكسي امامنا بالنكهة الافريقية في لقاء دور الأبطال وراسية يلعب منذ 25 نوفمبر فريق نادي التراجي في اطار او لقب كأس العرب في قطر امامنا وراكل الجزائر شوفي الاعادة شوفي الاعادة شوفي الاعادة وفي تدخل قبل اللعب اللي سقط هو من النجوم اللي انضمه وطاع حلوة اوي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الهدف الاول هدف اول ملعوب هدف اول ملعوب للك المزددية امامنا هو يا ولد على كرة يا ولد على كرة جمهور شباب الوزداد على حب شباب الوزداد من الطفولة امامنا هذه التراجي و هذه الفرصة للتراجي امامنا بقراً الان لعب بو جرين بقراً Yeah بقراً يتكّل بقراً ي goat بقراً يت 잡ى كرة العرضية مرحلة مستقيًا كرة unwässبة هكافة النجم حقّق لقم وzفقسي بقراً لعب قوي جدا في وسط المعام لعب في اولمبياد ريو في وجود ايضا اللاعب الشعلالي خطيرة المرادي خطيرة في وجود النهر ده تابتي ادي تابتي بيلحب دور مهمة اوي بيلحب الموسم الماضي باكير اللي نصنضيع فرصة في تولس الفين وتساعتاشر وانضم كان عنده فرصة كانت منذ ايضا دقائق يعلي كانت ادراوي تحرك حلوة اوي من كريم عريبي كريم كريم سريع كريم سريع زياد مشموم يحاول يعدي زياد مشموم الكرة ترتطم هنا في هادي انطلاقات كريم عريبي عدى بسهولة اوي من هنعمة عدى بسهولة لعب خالد بوسلي وعام المباراة طيبة حتى الان شابه الازداد طريق ديام اسطورة كرة القدم وعسى اللعب في افريقيا وكينج سليطة اللي فاتت يعني فيه اشاك والله فيه اشاك لكن لسه هجبة خطيرة وممكن التعادل على الكرة طريق سابت يعني كتير كتير يعني عصام جمعة في الجاني ساسي وليد الهجري حسان الجبسي مراد الهوني واسماء كثيرة ركنية خطيرة هنا ركنية ركنية التالتة في اللقاء ممكن كينج سلي كينج سلي كورة زياد مشموم ثم كرة تصل الى كينج سلي لسه ما عيب يفكر لسه هيا كرات العالية داخل مطاقة الجزائية تفوق قداد لكن كيها حمد الهوني حمد الهوني لعيب حمد الهوني عملها حلوة اوي يغار اتجاهه وصابر بوجري الادوار الهجومية اللي مطالب بها استلم حلوة اوي استلم حلوة المميز طبعا الرقم 11 ودي عمامنا رأسية لكن باكير يتقدم بالخطر رأسية الخطيرة كريم عريبي شوائري وفريق رادي التراجل رادي التونسي حتى الان هدف وحيد كريم عريبي سجل بعد ربع الساعة مراكل الجزائع تصبت على غيلان الشعلالي لصالح اللاعب تبتي في الجانب اليمين اتعامل الكرة العرضية خطيرة خطيرة اعادة حلوة اول الكرة كينج سلي بشار عينو حلوة بشار المرور المرادي حاول يعمل العرضية مشموم الكرة العرضية لمسة الاخيرة على الفرصة في مريزاج وتعود امامنا يشوف كرة راحت من مرين مرة تالية كينج سلي كينج سلي عدى العابة على طول هاجمة منظمة تمريرة لكن طويلة كرة اعلى وبشار خاد كرة امامنا من مشموم العابة حلوة اوي استلام من بو جرين بو جرين الخلمته امام اكوا وامام النجمة ممكن اتعادوا اللام حلوة اوي حمدو لهوني في شاد في اللاطة اللي فاتت لكن اللعبة تستمر عالي من رمضان فرصة كبيرة جدا لكن هي من حمدو شوفها هربت هربت من الساخ لم لم بشكل رائع قداده وتدخل كان قوي في اللقطة اللي فاتت زحلاء مفيش حد مفيش دافع هو اتزحلاء لوحده ودي امامنا هنا محبط بو جرين وانطلاقات الهوني وهوني ده حمدو هو اللي عملها عملها جميلة العرضية لكن مختار بالخطر على طول كرة من هو القائم الاول ركنية امامنا هنا جديدة خمس ركنيات لسه المحاولة والتعادل نفيش تسلل راح اطلق ايه امامنا هو جايب اطلع حمدو لهوني ويدخل مكانه البديل بديل يوالو يدخل بديل وكرة ايضا كانت من جانب اللعب توجاي لضيعها بغلبة منذ خليل فاللعب البديل عرفاوي كرة اتأخر اوي اتأخر جدا جدا يعني بص امامنا هو بص الشعب قداد بقول له اطلع يقزني تغييد التجاه يشيل حلوه اوي بالشمال جميلة كينجس للكرة للكرة تبديلات اللي بتنعش الخطوط والكرة تاعت هنعممه ممتاز هنعممه بص التحرك امامنا هنا طبعا استغلال اندفاع بن حميدة بيلعبه بقى المساعد الاول سامير كمال على طول راسية وانقاذ من بوشار والتدخل في انظار في انظار امام مشموم وايولام الترجي وذكرية دراوي وايضا طبعا ايولاء اللعب النجيري المديل القادم من ان ينبا والتحام وصابر موغرين المغربي اللي في كرة عرضية هدف التعادل هدف التعادل هنا عن طريق زياد زياد مشموم التعادل مشموم التعادل التونسي بهدف ايه مركة مسجلة الكرات اللي دايما لدى نادي التراجل نادي التونسي دايما عندهم القدرة الركنية من بوغرين وراسية هنا تأتي في هذا الوقت في ديئة 82 كانت من حسين سلمي اللي كانت منذ قليل وطلعت الى ركلة ركنية اضغط في اللحظات الاخيرة نادي النصر في اللقطة اللي كانت ايه اللي كانت ممكن التراجي اطبع في الثلاث نقاط الايجابي حتى الان بهدف لكل فريق رأسية كأس العرب وبديل كان امام لبنان وامام السودان وامام منتخب تونس لعب في الست مباراة ديئة الابطال شام في الضديج الافريقي دولي ابطال افريقيا وكان سجل التعادل زياد مشموم في ديئة 82 من ركنية صابر بوغرين وصحوة من شباب الوزداد لكن الوقت لم يسعب شمس الدين نساء كاللي تزيد الخطيرة وكرة رأسية كانت ممكن تكون هدف لزكريا دراوي